بعد خمسة أعوام من الحرب فشلت خلالها الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في حصم الصراع لمصلحة أحدهما ثم تفشل أكبر لا يزال مستمرا وهي الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة متمثلة بالمبعوث الأممي لإحلال السلام في البلاد فشل تمثل في تقديم الأمم المتحدة لاتفاقات جزئية للأزمة اليمنية على حساب الحل الشامل في مشهد عده مراقبون تعقيدا للصراع وتجزئة للمشكلة اليمنية فبعد عام من اتفاق السويد وشهر من اتفاق الرياض لا تزال الأزمة اليمنية تراوح مكانها في ظل تحذيرات المبعوث الأممي مارتن جريفث من انهيار اتفاق الرياض الموقع أخيرا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا نتيجة استمرار المواجهة المسلحة بين الطرفين وعلى الرغم من مرور عام على اتفاق ستوكولم إلا أن التعثر وعدم التنفيذ هو سيد الموقف في ظل استمرار مراوغة ميليشيا الحوثي وعدم التزامها بأي بند من بنود الاتفاق الذي يقضي بانسحابها من ميناء الحديدة وأمام استمرار فشل الأمم المتحدة في الضغط على الميليشيا للانسحاب من الحديدة يرى مراقبون أن ثم تفشلا أكبر هو ترد الوضع الإنساني حيث ترفض الميليشيا حتى الآن توفير ممرات آمنة للمساعدة الإنسانية أو إدعاء إرادات موانئ الحديدة في بنك المركزي لتسليم رواتب موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة شكرا شكرا